هناك مشروع آخر يفهمه فرقة كبيرة أنه هو كراء الأعراضي فلاحية للمتحصلين للشباب الذين لم يكن أعطان على العمل بضبط يعني مشروع هذا تم إعلان عليه في الليجيسي في غلولة في 2014-2019 كانت إعلان كبير تم كان شاب فقط تم استعمل الألية هذه أقوم بفعل هنا صحيح قاعد نصرفيك على المشاريع ولكن في نفس الوقت نصرفيك على كيفاش كدولة تونسية قوموا بسياغة سياسات عمونية اللي نعاقها في كدر وتقعد لا تصلحش للعبادية بالفعل هو هذا المشروع اصدر بمقتضى مقرر مشترك ما بين السيد وزير أملك الدولة والسيد وزير الفلاح في جويلة لا مش أمر حكوم مقرر مشترك ما بين زوز وزارات معنية وزير أملك الدولة وزارة الفلاحة في جويلة 2018 معناها تحت عنوان برنامج وطني لتشغيل الشباب الحاملين للشهاد العلية وغيرهم وتمتيعهم بمقاسم فلاحية هذا المشروع أنا جيت لقيت فيه أنه لم ينطلق بعد فقط انطلق على مستوى الجهات وقع تقسيس شوية مقاسم وأنه الولايات هي بشتكفل بيفرز الناس المترشحين للحصول على تلك المقاسم ولكن وقت جيت الراجعة في المشروع أنا قال المشروع معناها معناها تم الإعلان عليها على عجل قلت نحافظ على الفكرة الفكرة طيب نحبه شبابنا يتمسك بأرضه خاصة الناس العاطلين في الجهات الفلاحية اللي عايلته عايلة فلاحة ويحب هو يعمل مشروع فلاحي مش يعاون عيلته ومادة حتى تبدأ قاري متحصل على شهادة في الفلسفة ولا في التاريخ والوجغرافة دي ما يبقى منتمسك بالأرض ودي ما يحب الأرض لأنه ترعرع في الأرض وعيلته فلاحي يقعد غادي نعطيهم مقاسم ولكن بيشرق أنه نكونهم قدر فهم لي بدي مش متكون نكونوا على قل فكالصنف انت على الفلاحة اللي يحب هو يخدموه صح؟ اثنين بعد ما نكونوا يزمني نرافقه بالتمويل يزمني نوفر له التمويلات الضرورية تكون هناك اتفاقية مع البتياز ولا بنوك معناه الجهات ولا البنوك العمومية ولا السنديق المتوفرة أنه نوفرولهم بتمويلات بدون فوائض وعلى مدة معناها طويلة لأن الفلاحة تعرف تخدمها أموية لان ترمش معناه على المدال القصير تصرف تصرف مطلقة شيء ساعات يبدأ فماشة مطروا كذا ويلزم الناس هادهم نعطيهم امتيازات جيبائية بالتالي اليوم أنا مشيت في فكرة المحافظة على البرنامج ولكن تطويره بالتالي اليوم قاعدين اجتماعات مشتركة ما بين وزارة ملك الدولة وزارة الفلاحة وزارة التكوين وزارة المالية كانوا زوزوا وزارات بش ردهم أربع وزارات بش نعطيك أرض معاها التمويل معاها التكوين معاها الامتيازات متاحة معاها كل شروط الي تخلي مشروعك ينجح والشعب متعاهد الحكومة ووزارة أملاك الدولة بش تحصن توظيف والسغلال والتصرف في أملاك المجموعة الوطنية أنا مسعد ناتي الشباب معاها بدوني مقابل ان الفيدة ينجح هو كي يخلق موطن شغل الي هو والعيلته فهمتي هذا يعتبر انجاز لانه بش ينتش وبش يبيع ونجم يصدر ويعمل حتى اكتفاه ذاتي ويخدم عبيد هذا هو المطلوب نخرجه معك العقلية نمطع الوظيفة العمومية ومصمار في حيث ويلزم قريت فلسفن وليو استاذ فلسو وقريت السوارجيون وليسوارجيون لا لا تنجم تعم مشروعك تنجم في معاها تعم في مشروع الي تحبه انت ومش اللي اللي بالضرورة الي قريته فهمتي يزم عندك حلم تنجم تحقه والفلاح يزم يشجه عليها اليوم في فترة الكورونا شكون اللي انقل تونس هي اللي في الحرة